سايبربونك 2077 هي أهم لعبي بالـ 2020 ابتجينا بمغامرة First Person RPG في عالم مفتوح متقدم بالزمن من استيديو بيتجرأ يطلق على نفسه لقب رواد صناعة الـ RPG في عالم الألعاب فهل العبارة هاي صحيحة؟ وهل سايبربونك أصلاً لعبي حلوي ولا مجرد مألب جديد أكلناه بعد مآلب أخرى كتير؟ راح نتعرف على الشغلات هاي كله إن شاء الله بهذا الفيديو بس قبل ما نبدأ لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة زي ما كنتم مشتركين ويلا نبدأ مع السايبربونك 2077 السلام عليكم يسعد لمساكن جميعاً قصة اللعبة بدون حرق بتحكي عن V شخصية مرتزقة بتخصصها ببداية اللعبة وبتختار ماضيه ما بين طفل شوارع أو رحال أو عميل مؤسساته سابق الاختلاف الجوهر بين المسارات هاي يكمن بشكل كامل بأول مرحلة بالإضافة إلى الخيارات اللي رح تمفتح لك لاحقاً أثناء الحوارات فلو أخدت ستريت كيد مثلاً رح تلاقي إنه بطلنا عنده خلفية كبيرة يعني كل شي بصير بالشارع عموماً لو أخدت كوربو رح تلاقي بطلنا خبير بالشغل المؤسساته والمواضيع اللي من تحت الطاولة لو أخدت نوماد بتلاقي اللاعب عنده فكر الحرية بشكل كبير بخياراته لا تشيله هم اختيار الشخصية كتير كلهم خيارات حلوة واختلافاتهم المحورية بالقصة الأساسية معدومة في بيحصل على مهمة من شخص اسمه ديكستر ديشون وهو وسيط بين المرتزقة وأصحاب العمل يعني بيجي بالنص بياخد الوظيفة من أصحاب العمل وبيعطيها للمرتزقة وبياخد حصة من الأرباح المهمة هي إنه يروح يجيب شريحة معينة من جماعة معينة لكن طبعاً الأمور بتصير بعكس المتوقع وبينتهي المطاف بشخصية جوني سيلفرهاند محبوس براس بطلنا مين هو جوني سيلفرهاند؟ وشلون وصل لهون؟ وشو بده مني بالزبط؟ وشلون بدي اتخلص منه أو ممكن اتعايش معه؟ وغيره من التساؤلات اللي رح تبدأ أنتي كلاعب تطرحها لما بتبدأ معك القصة الفعلية سايبربونك 2077 لعبة شخصيات فيها كم هائل من الشخصيات المكتوبة بأعلى درجات الأتقان خلتني احتار مين الأفضل بيناتهم؟ جودي ولا إيفلين ولا جاكي ولا جوني سيلفرهاند ولا ميستي أو حتى شخصية صغيرة مثل فيكتر ولا في شخصيتي اللي رحت معه برولر كوستر عجيبي بصراحة بين كومت مشاعر وغيرهم كتير من الشخصيات اللي ما بدي أقولكن أسماؤن لحتى ما أحرقن وصدقوني لما بقولكن أن الشخصيات اللي رح تواجهوها لقدام أقوى حتى من اللي ذكرتها ما في شخصية وحدي بتعمل تصرف غريب أو مثير إلا وراها ماضي أو دوافع أو شغلي معيني دفعتن لحتى يعملوها الشغلة قصتنا الأساسية بتقدم لك كل شخصية بمهمة وحدي أو حتى في بعضنا بيتقدم لك بشكل فرعي بمهمة أساسية وبعدها بيعطوك كم محترم من المهام الجانبية الخاصة بهاي الشخصية لحتى تروح تستبحر وتستكشف حقيقة هالشخصيات وتتخذ قرارك الفعلة الآن هل تحبن وتوقف معن؟ ولا تكرهن وتعادين؟ صعوبة الاختيار هون تكمن بشكل أساسي بإنه ما في ولا شخصية بتخليك تحس إنه هاي ليش هيك عم تعمل يعني كله مفسر لك بطريقة عبقرية مهمة وحدي أو حوار واحد ممكن يخليك تفهم كل الشغلات اللي عم تعملها الشخصية من بداية اللعبة اللعبة هاي عبارة عن بحر من الشخصيات اللي ما بينتهي وكل ما تعرفت على وحدي بتحس حالك مباشرة بلشت تدخل بأعماقها وتتفهم هاي الشخصية وتوافعها لكن اللي مو حلو بصراحة هو تركيزن الكامل بالمهام الرئيسية على قضية في نفسه وزدتوا لك كل القصص العظيمة للشخصيات بمراحل جانبية ومسارات بتطلق عليهم اللعبة هالشي ممكن بسهولة يخلي كتير ناس يفوتوا القصة الحقيقية لسايبر بانك أنا ما بلوم هدول الأشخاص أنا بلوم المطور بالأساس اللي ما وضح لهم قديش هالمهام الجانبية مهمة واعتمدوا بشكل كامل على معرفة اللاعب السابقة بتاريخ الاستوديو وألعابه بس صدقني لما بقول لك 40% من قصة السايبر بانك الحقيقية تكمن بالمهام الجانبية و20% فقط أو حتى يمكن أقل بالمهام الرئيسية ممكن البعض مباشرة يسأل ماذا عن الأربعين الأخرى؟ وهون يكمن أهم عنصر بقصة سايبر بانك 2077 اللعبة هاي وصلت إلى أبعد مراحل الإتقان من ناحية التجسيد بتعطيك نظرة معمقة على شو ممكن يصير بالناس لو سيطرت التقني عليهم لو صارت التقني هي اللي متحكمة فينا وليس نحنا اللي متحكمين فيها ولعبتنا ما أصرت أبدا بتجسيد مؤلم ومخيف بصراحة للمستقبل المظلم اللي نحنا ممكن الآن عايشين بيحاضره عم يفرجوك كيف الحياة رح تصير لو سيطرت عليا المؤسسات العملاقة والشغل صار كله استعباد والفوضى اللي ممكن تعم المدن والعالم والناس كل ياته لو صار فيها الشغل العصابات وعالم خارجين عن القانون ومؤسسات ورأس مالية وما بعرف شو تجسيد عظيم لعقول الناس وكيف ممكن يتغيروا وتتغير أفكارهم وتوجهاتهم ومعتقداتهم بناء على أساسات خاطئة تماما وهني مقتنعين تمام القناعة انهم عم يعملوا الشيء الصح على فكرة جسدولك الفنانين خلف الكواليس وفرجاك كيف حياتهم صعبة وقزرة بكتير أحيان كل هالفانز والحب والعشق هذا فيه وراه كتير ناس ما ننطايقين يشوفوا خلقتك عم يفرجوك كيف ممكن الشخص يتخلى عن كل مبادئه يضطر انه يعمل أشياء هو بيعرف انه غلط ويتعامل مع أشخاص بيبغضن وبيكرهن بس شو بدي يعمل لقمة العيش عم تجبروه وحتى لما اللعبة أخذت جانب كوميدة شوي ببعض الأمور وبعض المراحل كان في وراها جوانب فلسفية عميقة خلتني فعلا نقدر كل مرحلة صغيرة قبل كبيرة وغيرها الكثير من أساليب التجسيد العظيمي اللي ما رح أخلص لو ضليت عم بيحكي عنهم سواء باللوحات اللي عم تشوفها أو الإعلانات اللي عم تسمعها أو بالراديو أو بالبرنامج التلفزيوني هذا اللي مصممينه باللعبة أو بالloading screens نفسه اللي بتعطيك كتير حوارات مفصلية بصراحة كل الشغلات هاي جعلت من Cyberpunk 2077 تحفي قصصي أشفق على كل اللي استعجل بمراحل الأساسية ولا أعطى نفسه فرصة أو أعطى اللعبي فرصة أن تفرجيه أفضل ما عنده ممكن البعض يسأل ماذا عن الجيم بلاي إذن Cyberpunk 2077 لعبة RPG نظام الار بي جي باللعب عميق وتقيل ومعقد شوي ولعلهم عقدوه بالزيادة ببداية اللعب لما حطو لك مليون توتوريال وشروحات فوق بعضها بس إذا حكينا عن النظام بشكل عام وأسلوب تقدم فنحنا عم نحكي عن CD Projekt Red بأفضل أحوالهم عندك تقريبا أربع طرق اللي حتى تطور شخصيتك شجرة المهارات اللي بتفتح لك شغلات جديدة بتحسن لك اللعب شجرة المزايا أو الأتريبيوت أو أي أن كان اسمها هاي كل ما طورت نفسك بتلاقي إنه عم ينفتح لك حوارات جديدة أو خيارات لعب جديدة أنت ما كنت بتقدر تفتحها بدونه السايبر وير واحدة من أهم عناصر التطوير باللعب واللي هي عبارة عن جسمك نفسه فينك يتركب له إضافات جديدة تغير لك اللعب بشكل كامل وبصراحة إذا أنت لعبت اللعب وما ركزت على السايبر وير فـ I have some bad news وبصراحة وطبعا أكيد مثل أي لعبة RPG نظام التلفيل وتطوير عتادك وإضافاتك علية والكرافتينج والآخرين وهون في عنا إضافة جديدة باللعبة اسمها الستريت كريد هاي هي نفسة اللي بتطالع لك نقاط الأتريبيوت اللي حكيت عنهم كل ما زاد الستريت كريد تبعك كل ما زادت فرصتك بالحصول على مهام جديدة جانبية الحلو بنظام اللعب هون إنه عميق ومليان كتير شغلات فينك تستكشفها لدرجة إنه وأنا عم بلعب آخر مرحلي متخيلين يعني بعدها مباشرة في عنا الكريدتس وسكرنا اللعبة اكتشفت إنه في شغلات لسه فيني أعملها وقلت لحظة يخرب بيتكن صلي 50 ساعة عم بلعب وما اكتشفت إنه فيني أعمل هالشغلي هاي محتوى ضخم وكم هائل من الأشياء اللي بتسمح لك اللعبة تعملها سواء بالتخصيص أو الأشياء اللي بتسمح لك اللعبة تفتحها وكم أكبر وأكبر من الأشياء اللي بتاخدها بالمقابل إذا كنت فضول ببعض الأحيان وحبيت تروع عند علامة الاستفهام هاي ولا هالمكان هذا رح تطلع دائما رضيان واحدة من أساليب اللعب هي التهكير بيشبه لي موجود بواتش داكز بل حتى فيه اقتباسات واضحة منها الفرق هون إنه أيضاً عنا خيارات أكتر خيارات التهكير كتيري وانصدمت لما رحت لعند واحد من البياعين وشفت قديش عنده شغلات فينا استخدمها بس بالتهكير حتى إنه واحدة من جلسات اللعب تبعيتك كانت مخصصة إنه بس جمع مصاري وروح اشتري تطويرات التهكير لحتى تجربه ببقية المراحل هذا المقدار اللي اللعبي حاطططلك فيه محتوى إنك أنت جلسي كاملي ست سبع ساعات ممكن تقضيه بس على إنك بدك تعمل لك كم تطوير وتحسن وتغير من شكلك وحركاتك والجيم بلاي واشتغلاتها والجيم بلاي عموما متطور يعني بتبلش معك اللعبي كأنه لعبة شوتر عادية ما بتحس فيها أي شيء مميز أو مختلف كل ما لعبت كل ما تقدمت كل ما استكشفت كل ما فتحت خصائص أكتر كل ما طورت السايبروير كل ما يعني حسنت بطريقة لعبك رح تلاقي الجيم بلاي عم يتحسن معك رح تلاقي اللعبة صارت أمتع رح تلاقي كل شيء ما بين مهام وما بين حتى التنقل بالمدينة وأشياء كتير فينك تعملها كلها صارت أحسن بشكل كبير يعني بتحس اللعبة تحسنت بشكل كامل وكأنه لعبة مختلفة تماما عن اللي بلشت فيها قبل كم ساعة واحدة من الأشياء اللي قدرتها كتير باللعبة هاي هي مسئلة الـ Infinite Upgrades شفت شلون بألعاب الـ RPG الأخرى عادة بيكون في عنا لفل معين لكل سلاح بمجرد ما توصله تك بتسكر ومعها تقدر تطور أكتر يعني مثلا هذا السلاح لفلو أربعة فينك تطور لحتى توصله لفل عشرة بس إن وصل لفل عشرة خلاص ما عاد تقدر توصله هذا الماكس مع تقدمك باللعب رح تلاحظ أنه لما الأعداء بصيروا أقوى ما عاد تقدر تستخدم هذا السلاح لأنه الأعداء يمكن لفلون أعلى من عشرة فرح تضطر أنك تتخلى عن السلاح هذا حتى لو كنت كتير بتحبه لأنه بكل بساطة ما عاد صار يقد الغرض لا بسايبر بانك في شغلي حلوي واللي هي إنه نفس العتاد اللي معك فينك تطوره بشكل لا نهائي لطالما في عندك مستلزمات التطوير هالشي كان دائما يعطيني قيمي للأشياء النادرة اللي بلائية أو اللي بصنعها وقيمي أكبر لاحترافه استخدام سلاح معين أو حبة إلو يعني أنا تعلق بهذا السلاح أو الجاكيت ما بدي تخلى عنه والله بس لأنه ما عاد صار بنفس المستوى أكتر سؤال وصلني مؤخرا كان هل سايبر بونك ابتكرت أشياء جديدة للتصنيف؟ الحقيقة لا بل أغلب الأشياء اللي تفوقوا فيها هي أمور بديهية بعالم الار بي جي استفادوا من ألعاب كتير بهذا المجال مثل فالاوت وماس افكت وديوس اكس ألعاب رائدي بهذا المجال إدروا سي دي بروجيكت ريد يقتبسوا منه الاقتباسات واضحة وسايبر بونك لا تقل عنهم أبدا أما من ناحية الجيم بلاي نفسه فبصراحة أكبر تخوفاتي من اللعبة انتقل لحتى يصير أكبر مزاياها الجن بلاي جدا جدا ممتع وفيه أكشن رهيب الأسلحة متنوعة باستخداماته وعجبتني كتير حاطين شغل مو طبيعي بالأسلحة وكأنه كلها سنين التطوير هاي بس عم يحطوها بكيف نعمل لو داوت ضخم من الأسلحة اللي بنخل اللاعب يقدر يستخدمه قوته وأشكاله وخصائصه وإضافاته واختلاف استخداماته خصوصا في عندك الأسلحة الزكية هاي اللي فيناك تحدد عدو معين وتأوس عليه حتى لو ما صوبت عليه حتى لو ما أيامت بتلاقي الطلقة تلقائيا تك راحت لعنده تشكيلة الأسلحة باللعب هاي من عالم تاني يعني أنا هاي التشكيلة من الأسلحة ما كنت شوفها إلا بألعاب لوت شوتر عرفت مثل بوردر لانس مثلا هاي الألعاب المطلوب بأنه يكون فيه كتير أسلحة سايبر بانك ممكن أقولك عم تنافسها من كتر ما فيه أسلحة كتيري وحتى في بعضها مجنوني لكن تبقى النقطة الأهم في الجيم بلاي هي مسئلة السايبر وير وكيف بتطور شخصيتك أنت بجسمك كV لحتى يحسن لك الجيم بلاي في بعضها بتحسن لك الحركة بتخلي V agile أكتر أو مرن بالحركة في بعضها بتعطيك دروع أقوى في بعضها بتعطيك أسلحة إضافية بتركبها بجسمك تخيل معي؟ السايبر وير واحدة من أصيع الإضافات اللي قضيت عليها وقت كتير وأنا بس عم أخصصها وأعرف شو بدي حط هون حط هاي ولا حط هاي والله التنتين حلوات لازم اختاروا واحدة منهم يعني نظام نظام عبقري بصراح أما قيادة المركبات فعادية جدا فيها كتير مشاكل واضحة مثل صعوبة الالتفاف وعدم وجود القدرة على التفحيط باستخدام الهاند بريك ما قدرت استخدم الكاميرا بشكل حر خصوصا أنه السيارة نفسها عم تعميني عن رؤية كتير جزئيات أثناء القيادي بس يعني شو بتتوقع من مطورين ويتشر؟ التخفي جدا ممتع وبيعطي إحساس بالإنجاز التكتيكي خصوصا لما بيكون مصاحب بأدوات تهكيرية لكن كتير أحيان كان يخرب عليا للأسف بسبب غباء الأعداء ولا جليتش معين هيك بيخليني ما أقدر أمسك عدو معين فبيتطلع فينا وبالقطنة رح نحكي أكتر عن هالموضوع بعد شوي والحلو أنه كل المراحل هون متصمم بأسلوب أنه فينك تخلصها بأكتر من طريقة فينك تاخدها كأن تخفي تقليدي مع المتالجير فينك تشن هجوم مباشر وأكشن مجنون وسرعة وتهيل وتضرب وتعمل بدك تاخد التكتيك وتهكير وتقطق هيك على الأعداء شوي شوي كمان بيمشي الحال بدك تفوت وتطلع من المكان وتخلص الأوبجيكتف بدون ما تقتل ولا واحد برضو بيمشي الحال أسلوب دخولك للمرحلة نفسها ممكن يختلف اختلاف جزري عن كتير لاعبين آخرين لأنه المهارات والخصائص اللي بتفتحها سرعان ما تلاقي أهميتها فمثلا في واحدة من المهام حطونا بمنطقة ديئة شوي إذا بدك تفوت فينك تدفع مبلغ 150 دولار وهيك بتفوت بشكل رسمي بس رح تخسر 150 دولار أو فينك تستخدم قوة الحوار وبتفوت بكلامك هون بتجي قيمة الأتريبيوت بوينتس اللي بتحطها بجزئيات الحوار واشلون انت فينك تحكي مع الناس وتقنعهم أو ممكن تستخدم الأتريبيوت بوينتس بأنك تقوي جسمك ففي باب هيك معين فينك تكسره بقوة جسمك تكسره بتفوت على المكان بدون أي مزح يعني ونفس المرحلة لاحظت بعدين إنه نحاطين مدخل سري إذا نفدت منك كل الخيارات السابقة بتقدر تستكشف المكان وتفوت منه فمن بداية المرحلة في عندك أكتر من طريقة للدخول ولما بتفوت في عندك أكتر من طريقة لحتى تخلصها وأسلوب الحوار هذا اللي لطالما حبيته بألعاب مشابهة بيعطيك كتير خيارات مرنة بحيث إنك أنت مثلا أنا ما بدي قتلكم أنا بدي فوت وخلص الموضوع تبعه وإطلع ما أنا فاضي لكم هاي واحدة من الخيارات أيضا اللي بتعطيك ياها اللعبة وحتى الشغلات اللي بتعملها قبل ما تفوت على المهمة رح تفرق بالنتيجة النهائية سواء بالحوارات اللي بتحكيها مع الشخصيات قبل ما تفوت على المهمة أو حتى الأشياء اللي بتساوية ممكن في بعضها بتطلبها منك اللعبة بشكل اختياري وفي بعضها ما بتطلبها منك اللعبة بشكل مباشر بس إذا عملت الشغلات هاي بتلاقيها دائما في إلى تأثير إما صغير أو كبير على نهاية المرحلة وحتى لنهاية اللعبة بالكامل في إلى نهايات متعددة بناء على طريقة لعبك يعني إذا أنت كنت مباشر بس عم تروح عم تلعب قصة 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 رح يكون عندك نهاية واحدة أتوقع بس النهايات رح تزيد أكتر كل ما لعبت أشياء واستكشفت وخليت عندك خيارات متنوعة أكتر بلعبك وبصراحة أنا ما بعتقد في أي إنسان انتقد اللعبة قدر يلمس قديش هالشي قيم فعلا نحن وصلنا إلى زمن صارت الألعاب تتباهة بالخمسين وستين ساعة اللي الساعة الأولى نفس التاني نفس التالتي نفس العاشرة نفس السبعين بلعبتنا هون بدون مبالغة كل نص ساعة كنت حس حالي عم بعمل شغلي جديدي اللعبي متجددي دائما اللعبي عم تعطيني كتير خيارات اللعبي ما أنا عم تتركني أو عم تحدني على والله يعمل هيك وعمل هيك وذات ست كم مرحلة فينك تلعبها وكل مرحلة فيه إلى أساليب مختلفة عن اللي قبلها كم خاصية فينك تفتحها والخصائص هاي كلها مختلفة عن غيرها انت ممكن تعمل تختيمتين كل تختيمي تلعبها بأسلوب مختلف مية بالمية عن اللي قبلها فيه جودي جدا مرتفعة بأسلوب تصميم الجيم بلي وموازنته مع تصميم المراحل بالإضافة طبعا إلى نظام التقدم الأساسي الار بي جي المسلس هادا متصمم بعبقرية بصراحة ويؤسفني لما شوف كتير ناس مانون عم يقدروا يلمسوا هالجودي هاي عالرغم إنه موجودي بين إيديهم الوقت اللي عم سجل فيه هاي المراجعة لعبت خمسين ساعة بسايبر بانك وصدقني لما بقولك إنه هالخمسين هاي تبدو كأنه خمسين دقيقة وليس ساعة بسبب الجودي العالي بتصميم المراحل الأسلوب العبقر بالتناقل بين المهام اللي بتحس حالك طول الوقت مشغول بتبدأ مهمة بتنتهي مهمة بأسلوب يعني بصراحة بتحس حالك ما بدك توقف بالمرة مع الكم اللي لا يصدق من النشاطات الجانبية اللي كل ما عملتها أكتر بحس حالي عم حبها أكتر يا أخي جب لي لعبي وحدي بهالزمن هذا عم تعطيك كل هالساعات هاي وكل هالأشياء وبتحب إنك تلعب بزيادة بدل ما تطفش منه وتقول خلص ما اللي خل التجولة بالنايت سيتي دائما ممتع ومكافئ وفريد ورائع وحديثا عن النايت سيتي يا جماعة النايت سيتي مبهرة بطريقة تصميمها والأسلوب الفني المتخز فيها توظيفهم للألوان وأضواء النيون المستخدمة بالبيوت والعمارات العملاقة طريقة بناء العشوائيات ببعض الأماكن والبيوت الفاخرة بأماكن أخرى كثرة الناس اللي عم يتمشوا الصبح والإزعاج بالشارع مقارنة بقلة عدد مساء والهدوء الجميل جدا السوق مليان نشاطات العمارة اللي انت ساكن فيها دائما فيها حركي والله شرطة ألقوا القبض على واحد ولا شخص قاعد عم يشتري من الفيندينج مشين أو وحدي متسطحة على الأرضي كما بتعرف ليش أو ناس عم يتمرنوا الإعلانات الصوتي اللي بتسمعها وانت طالع والناس اللي عم يحكم مع بعض أو عم يحكم معك أحيانا لما كنت اطلع مشاوير بالنايت سيتي مساء وعم ينزل مطر كنت حس كأني طالع مشوار ضروري بآخر الليلة عرفتش لو؟ لما بتمشى الصبح بحس حالي فايق نشيط هيك يلا وبدروه على الدوام بتحس ان مدينة حقيقية فعلا علقتني بكل تفاصيلها والبيت والحارة والعمارة وما بعرف شو كل هالشغلات أعطت حياة للنايت سيتي اللي زاد اللعبي حياة كان فكرتين الأولى هي المنظور الأول واللي هو انك انت دائما بتحس حالك داخل العالم ولسه شخصية عم تتحكم فيها أما الثاني فهي فكرة انه العالم كله متحمل بنفس اللحظة في كتير ألعاب بيطلبوا منك تروح تحكي مع شخص معين الشخص هادي بيكون قاعد بمكان فأنتي لما بدك تروح لعنده بدك تفوت على المكان بيعطوك loading screen بعدين بتفوت لعنده بتطغط عليه زر لحتى يبدأ الحوار بيحطوكن بشغلي مثل الكاتسين المصغر بسايبر بانك الموضوع أبسط بكتير العالم كله متحمل معك بشكل كامل من لما بتشغله بحيث وصولك لكل الأماكن رح يكون مباشر كلامك مع أي شخص رح يكون مباشر أيضا بحيث النقاش بيبدأ مباشرة بمجرد ما تقرب منه ما في داع تضغط زره ولا شيء ومسئلة انه العالم كله متحمل بنفس اللحظة هاي بحد ذاتها إبداع تقني فعلا شيء مبهر لما كنت شوف انه كل الأماكن عم بقدر فتلة بدون ما يكون فيه بيني وبين اللعبي حاجز أو بين وبين المكان هذا حاجز هني ما بس عطوك عالم ضخم بل العالم هذا فيه تفاصيل من جوا بتقدر تفتلة مباشرة تقدر تفاعل معها مباشرة ما في عائق بينك وبينها هالشي أيضا ساعد بأسلوب التقدم خلاه سريع وسلس وخفيف هيك ما بتحس أبدا انك عم تنفز مهمة ولا شيء مثل هيك لكن طبعا لتنفيذ فكرة مثل هاي كان لابد على المطورين انه نضحوا بمجموعة أمور وهون للأسف بتجينا أكبر مشكلة بمشاكل سايبربونك 2077 واللي هي القلتشات والمشاكل التقنية اللعبي هاي تفننت بأشكال القلتشات يا جماعة لدرجة اني لو ما كنت بعرف رح قولك هاي اللعبي من باثسدة الشخصيات بيطلعوا بيختفوا على الشاشة هاي مثل السلام عليكم طبيعا جدا تكون ماشية فجأة لا الشخصية اختفت قدامك ولا رسبنت هيك قدامك طبيعا جدا التكستشيرز كتير أحيان ما بتتحمل وبدأك تستني هيك أو تطلع فيي هيك وتبحلق فيي لحتى تتحمل تستوعب انه اوه عم يطلع فيني هاه تحملي لنشوف اللعبي بتنكسر بكتير أحيان كون عم بلعب وبقولوا روح على هاي الأوبجيكتف لما بروح على الأوبجيكتف بلاقي انه ما في تفاعل ليش ما في تفاعل؟ ما في مشكلة لا بس سكر اللعبي ورجع شغلة بتتفاعل معك من جديد الشخصيات عم يطيروا هيك بالعالم سيارات عم تطير فجأة بتلاقي هيك شغلات غريبة عم تصير بقلب العالم تلاقي حالك تحت الأرض تلاقي حالك فوق هيك طاير طبيعي جدا كل ما شغلت اللعبي كان لازم عيد إعدادات اللغة ما بعرف ليش اللعبي ما أنا عم تفهم اني أنا حاطت عربي بالأخير استسلمت بصراحة صرت تكمل بالإنجليزي وتوقع لاحظتوا أنتوا بالجيم بلاي المسجد في كتير شخصيات عم يحكوا بدون شفايف ليش عم يحكوا بدون شفايف لا هي مو هاي التوجه لا بس هاي غلتش سكر اللعبي ورجع عشان غلها بيرجعوا بيحكوا بشفايف اللعبة فيها اوتو سيف فلما تكون عم تلعب وبيطلع الاوتو سيف بتعلق تعليقة غريبة هيك التهنيقية بتحس اللعبة كلها وقفت أثناء الاوتو سيف بعدين كملت ومشكلة أخرى أيضاً لاحظت كانت مسئلة الزكاء الاصطناعي هاي شغلي ما لاحظت إلا كتير متأخر باللعب لأنه من لما بلشت كان نظامة واضح يا أما تجسس بحت يا أما اكشن بحت فلما كنت إلعب بهدول الأسلوبين ما لاحظت قديش الأعداء في عندن أسلوب غريب بالتنقل فعلياً مع مرور الوقت لاحظت أن الأعداء بيظلوا متخبين بمكان معين أو مكانين معينين وما عندن تصرفات عشوائية وكأنهن هني مبنيين هيك أنك عم تلعب لعبة strategy اللي عادو بيتحرك بس من هون لهون فهاي شغلي كانت محبطة بصراحة خصوصاً لما بلشت إلعب بشكل تكتيكي بالقتالات أول كنت إلعب بشكل همجي هيكي فلما قررت تصير تكتيكي شوي اكتشفت سلبية أداء اللعبة التقنية على أجهزة البيس بي اس فور والإكس بوكس وون سيئ بصراحة شفت كتير لقطات أنا ما جربتها لللعبة طبعاً بس شفت كتير لقطات خلتني أقول شو هذا؟ هذا غير أن على البي سي نفسه سيئ أنا طول الوقت عم بلعب ومفكر حالي عم بلعب بمواصفات المنمم بعدين بشكل مفاجئ اكتشفت أنه مواصفات جهازي تعتبر يخربيتكن إذا ريكمندد يا دوبا عم تشتغل تن اي تي بي والستين فريم ما عم يقدر يوصل وأصلاً شو من نساوي يعني شو تجيب لك الجهاز من السماء يعني ومنين تجيب لك الجهاز ده حتى يشغل اللعبة هاي شي غير مقبول أبداً بصراحة لما بتلاقي أداء اللعبة على الارتي اكس تيرتي ناينتي والمعالجات الجديدة وهيك تطلع عليك بتقول معقول هاي نفس اللعبة اللي عم بلعب على جهازي معقول ملاق بيناتهم شي جداً محبط بصراحة وبتمنى انه يشتغلوا بسرعة على تحسين النسخ وتصير اللعبة اوبتمايز أكتر لأنه تجربة اللعبة محبطة بكل الأجهزة إلا إذا كان عندك جهاز متوسط للمواصفات بي سي فما فوق وقت رح تلاقي انك انت عم تاخد تجربة اللي بتستحقها من نايت سيتي لكن من غير المقبول أبداً اني انسى كل شي ذكرته بالمراجعة وركز بس على جانب أو اثنين أو ثلاثي وظل عم بحكي عنهم تقييم الألعاب بعمره ما كان تصيد نحن هون عم نقيس قوة اللعبة بكل الجوانب اللي مطلوب مننا أن تكون قوية فيها وليس والله نيت بيكينج وأنه والله هاي ما عجبتني منركز عليا بس نترك مليون شغلة حلوية أنا فعلا بزعل لما بحكي الكلام هذا لأنه ليش ما حدي عم يعطي التقدير اللي بتستاهلوا اللعبة أنا بصراحة بستغرب من كتير أشخاص كانوا عم يمدحوا اللعبة وحابينها لما فتحوا الحظر عن المراجعات فجأة بعد كم يوم لما صار الترند إنه نسبها لللعبة فصاروا عم يسبوها عالم ضخم مليان أشياء تعملها قصة عظيمة تجسيد مرعب ومؤلم للمستقبل جيم بلاي عظيم بميكينيكيات قوية وأسلوب حر بتخصيص الشخصية وقدراتها ومهاراتها وكيف فينا ننسى الأسلوب العبقري كعادة سي دي بروجيكت ريد بتصميم المراحل اللي بيجعل من كل مهمة عبارة عن بحر من الأفكار هالشي كله بيخلي سايبربونك 2077 لعبي لا تقل أبداً عن الكبار بهذا التصنيف تقييم النهائي للعبة سايبربونك 2077 عشرة من عشرة سايبربونك 2077 وهاي كانت مراجعة للعبة سايبربونك 2077 ما بدي أحكي أكتر من هيك لأنه أوريدي شايفكن زعلانين كتير من كتر ما الفيديو طويل فبعتزر مقدماً أو مؤخراً ما بعرف المهم بعتزر أنه الفيديو كتير طويل نشوفكن إن شاء الله في قادم الأيام وباي باي